بسم الله الرحمن الرحيم ومشاهد الكريم رمضان كريم وتصوم وتفطروا على خير ربنا نحقق كل الأمان إن شاء الله وسط الدائرة وحلقة دي جديدة وضيف جديد وحلقة الليلة دي بزيزة أنا محتاج أعمى الرمية قبل أن أدخل على الضيق يعني في العادة الكلام ده أنا يمكن أكون كتبت في واحدة من أعمل الصحفي العادة السودانيين اللفظ التعزل ده قليل الأدب يتقال كتير يعني وهم هم يكونوا غافظين المعنى البعيد من جلة الأدب أو المفهوم الممكن يكون غير مستساق يعني فالكلمة ممكن تتقال في البيت من أمك من أبوك يا وديا قليل الأدب تعالي يا وديا قليل الأدب الشيء الناس اللي يتقال للأدب المغابل في ناس كتيرين الأدب يعني نحن بنقول الزول ده مؤدد ولو أحسن الوصف آآ يفترض نقول كتير أدب وضيف الليلة بكتر الجمال الفيه والصفات السمحة والموهبة العالية لكن إذا تواضعنا أعرف أو آآ أفضل تعريف آآ بالنسبة لي هو أن نجمي كتير الأدب أنا والله سعيد جدا أن أكون في حضرة النجم المهزب والموهوب والخلوق مهند الطاهر وردة والغزال والغيسر حبابك ورمضان كريم إن شاء الله السموة تفضل على خير مرحبا بك يا أستاذ الباحث للحمضان الكريم عليك وعلى المساهدين وعلى الأمة الإسلامية كلها جمعا وإن شاء الله يعني يكون شهر خير وبرك على البلد ويرفع عننا كل الأمراض وكل المفهام وبلد إن شاء الله يكون بلد معافى إن شاء الله اللهم آمين وانا دا السموة ممكن تجي قاشر أكتر من المزيع يعني دار تاخد تنفي فتين شبه يا الله يا أخي مغامكم مغام سابق أحب أديك العافية أخي ما شاء الله شيئاك وانا غير عادية يا شاء الله يا كي ما شاء الله إن شاء الله دايما كده في تبدل يعني إن شاء الله في وجودكم كمان إن شاء الله نكون يعني نوصل للناس رسالتي إن شاء الله والله المدخل بتعليب إزداء مهند بتشتري من وين وكيف بتمشي ينتبه نفسك والله دايما نفسك في مرات الواحد بمشي في مرات كده يعني طيب لما تبشي بدفعوه كلها يعني تاعموا طراحة ما كل الناس بدفعوه لكن الجاكد ده قال يا مهند طبع يا أخي هدية وربنا إن شاء الله ربنا يقدرنا على يتمين من الدليا يعني إلا هن في العبيض مع جصة ربعا يا سلام دنيا الجاكد وهنا الواحد يحييين وقل لهم كل سنة أنت طيبين الله يعني إحنا قد حييين كل الناس العبيض ووسرة العالى العبيض وجمهوره العالى العبيض وشمال كردفان عموما يعني ها في التشيرت إذا رأيك شمال الصفارة لا والله ما في كلام يعني لاللون بتضرب اللون الليل ولا اللون بيضربك والله إن شاء الله نضرب هاللون إن شاء الله طيب مهند والله أنا سعيد جدا بالحل الغجيب وفتكر إنه فيها خصوصية لأنه أنا ساكيك ممكن أربع سنين لحوار في الدرايد والغريبة إنه مهند ما كان ما رفض فكرة الحوار وفي نفس الوقت ما جاءني يعني بيطمني إنه آآ 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 ما فيه مشكلة الإسبوع الجاي آآ آآ عندنا مع أسكر في اللوبي عندنا مع أسكر في الخرطوم حني ونعمل الحوار يعني لقى لي لا وأنا رتحت ولا جاءني وهرتاح والله يا أخي ما كانت صراحة ما كان الوقت في الخرطوم يعني أنا لما نجم يا مبيض فترة بتعديل خرطوم بسيطة يعني إما أنا جاي مع أسكر يوم وماشي مدينة تاني يعني إما لا يجب في الخرطوم وأكون في مع أسكر فالظروف ما كانت موتها الحمد لله يعني فترة دي حسي كانت فترة لا أقدرنا وكلت كذ من الله أعطيك العافية يا أخي طيب أنا داع رب ده من الحتة لانتواقف فيها ده الموسم الأخير لا لسه والله عندي يعني لسه الحمد لله عندك نية تانية عندين نية وصف مع هلالة وغيت ذات مع هلالة وغيت ذات إن شاء الله ما في إمكانياتين ما تجي تختم حياتك في الهلال كبير الله هي لو فيها ما هي مشكلة لكن أنا أحسي لحدها الآن أقدمها هلالة وغيت مواصلة إن شاء الله طيب ممكن أنت تكتب إنه إخواننا أنا داع رختم حياتي في الهلال أبعا أنا أكيد ده يوم يكون في النسبة لي يوم سعيد جدا لو لجيت ختمت في الهلال طيب قوله ما هو أنا أحسي قلتها الكلام صرحت به وقلتها أنا ما أكون سعيد لو أحا ختمت في الهلال والله إن شاء الله يا محمد يا أخي في اللبي الدل العبدك هينتهي السنة دي ولا خم سنتين لا أقدم انتهي هنا مع نهاية الموسم مع نهاية الموسم مع نهاية الموسم بعد ذلك فيه إمكانية إنك تجدد؟ بجأ أي فيه إمكانية تجل من ريخ بعد ذلك؟ لا ما فيه صعبة صعبة أحا برضو دار كلام كثير يا معنا دي ما كنت بتفكر في الحجرة للأمارات الغريبا ولا بطر؟ والله الحجرة للأمارات طبعا هي كانت أصلا حجرة بتاع عمل زوجتيه وكده مه فكانت تقديم بتاع يعني التفتورال ده على ده النفس كده مه فعشان كده أنا كنت بفكر جد بأنه أنا يعني أمشه ده والحصل شو ماس؟ فالظلوب كلها ما كانت في وقت يعني يعني البرماني باتي حتى يعني يعني التقديم أخذ فترة توقيا يعني فترته إلا شهر 9 ساعة يعني 9 ساعة فترة اللي أنا في التقديم المفروض أكون هناك شهر 9 ساعة ثم جيت أنا أصلا جيت بعد 9 ساعة والتقديم يعني أنتظر تالي سنة عشان أقديم يعني كده لما لسه ما ما والله مرمى وعا 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 مهندي إنت بارد ولا بتحاول تبرد روحا رباهي دي طبيعتي كده يعني أنا قمت معاه في أبرد روحك ما في ذول بيحاول بيكون بيجوه مع كده لا ممكن طبيعاتنا كده يتعودنا على كده على كده على الواحد قام في جو أصلا كده يعني كله هدوء وبروت بروت غات الله مرات بيتسمى كسل والله كسل لما بعيد مننا يعني أنا كسل إذا جيت يعني مسكت كلمة كسل يعني كسل يعني نادر ما ناس كسل كسل آمين هدوء ما الكسل ايه لكن الكسل بتاع الجمال ما الكسل بتاع الخموم والله يا أخي كسل جميلة وبيناسا ما بعيدا بقول لي بسلول عركين يعني الحم بالله قدمتنا كسل ما في كلام الله وانتو برضو صاهمتوا في تقبيل كسل معينا يا ماما تاجة كسل التاكا وحلنجي ومهند الطاهر كلكم من إهرامات كسل يعني طيب أنا يعني ما شفت مهند بيبكي كتير إن شاء الله ما تبكي إلا بيك فرح إن شاء الله لكن في مسيرتك مع الهلالة الكبير مكيك متين والله الواحد ببكي أي هديما الواحد ببكي ما بيظهر لكن بتبكي من جوه أخيرا الآن ببكي لا بيكا دموع لا بيكا دموع ما فيه لكن انت بتبكي بتبكي يعني حسرها للحاجة الحسرة الواحد يعني دايما أنا بيقول في الببريات اللي يومكي نكون هلال قريب فيها للقص لقومه يطير يطير حاجة مؤلمة مؤلمة شديدة لكن بيكا دموع كده لا بيكا دموع ده والله صعب صعب تبكي صعب دموعك بعيدة بعيدة جديد ولا في حياتك الخاصة مع بك لا ببكي يعني ببكي مرات ببكي على على تقدان حزيز 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 لكن بيكا في الحياة العامة لي صعب مهندة التسجيلات على الأبواب ممكن كان باقي ثلاثة واربعة عشوك ويتعارف حساسية الدموع والعلال كويس وشيت السوق اخترته أكثر كدارة حمرة يعني حمرة فاقعة ما عارف أن الأحمر بيكون فاقع ولا وهاج لكن اخترته كدارة حمرة جرح يعني سير بالتيخ وجدت أهل تبع لا عارف أن الناس عرفت أنك دارت توصيل رسالة لا عرفت أنك بتحب الأحمر لا عرفت أنك ماشي من ريخ فسطة الدنيا وجود طاعة الله يشوف بالتحديد اللون الأحمر أو كانت صفراء فالناس الحاجة المامة يعني ما عارف إنا إنه دم وديل بينزل في السنة أها السنة اللي ماركات كله كله ماركة بتنزل في السنة الواحد بيحرص على سنة واحد منهم يعني الناس اللي يقول هذا الهذاب كان الأحمر كان مصبرة حتى لو في الأزرق يعني كله الألوان هي بتنزل طيب صح فإنت ممكن تكون فعندنا اللاعبين فإنت اللاعبين يعني الليلة اللون ده نزل لازي أنا أكون أول ذو المبادري ما أنا أشتري أشتري أو نزلت بها في الميدان طيب لما اشتريت أجا في بالك المريخ ولا الإله لا والله ما كان في بالي بس حاجة سم حاجة حاجة الموجودة في السوق ما نزلت كله طيب أول موسم ليكم على هلارة الرضايد وأول مباردة هلارة الخرطومي أنت نزلت في الشوطة التانية الأستاذ يكاد يكون حتى طوبة الأستاذ وقفوه سفيق وصفافير ما تتذكر اللحظة دي دي واه طبعا من اللحظات الجميلة بالهلال الواحد يعني ما بمسا زي أول يوم ليه في الهلال وملاع بطول عبيرية آه يعني الإحساس جميل جدا والواحد كان يعني صراحة ما كان عنده يعني الزرة في أنه ويقبت أسمع عفوا 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 دي ما أطرون بمشرائق عادية مهلا في الكورة دي كنت ما عجبته هنا لا ما عجبته آه لو كان سنة حد يتجيبه وصراحة لا طبعا في الواقيد في اللحظة ديك لو جابه حتى جمهور الكواريت والحب الكبير دا لما خلاص بعد ذاك أنا يلا في نوغف يخليني أنا يعني هلاله هلاله بيت يعني لايك هلاله بيت وله احترام له هلاله حاجة لكن لو كان جاءت الخرطة كنت أهرست هذا لكن بعد ذاك يبتغون في الهلال نعم كانت المباراة في في الوبيت ولا في المدرمات لا كانت في المدرمات وبرضو ما صفقت لك نعم وانا والتغدير والله يعني انت جمهور الهلال لا عامل ليريت أنزة والله ما عامل ليريت أنزة لكن يعني حبهم دا الواحد يعني يعني ما يقدر يعني يوثيه ب دي من الله وانت انت بتستاهل يمهور الهلال الكريم وانت بتستاهل يعني والله إن شاء الله يتمنع ليريت يعني كله خير والله يمهور الهلال طيب آآ يعني في أزئلة أنا متأكد أنك إنت تسألتها كثير لكن أنا برضو ما بقدر ما بقدر أدعوزين لواحدة من الهوارات اللي كان إنت أخذتها لي ولا لا لا أنا ما دي حوار بتاع شاشة يعني حسي مكان مختلف أنا حوارتها على الصحيفة ما أخليت يعني ما أتفتكر أنك إنت الليلة كسرتها لا لا أنت جيت للملاعب ما أجيتني أنا محمد يمكن جماهير المريخ في الخرطوم كان أو في السودان عموما المغازلة تلك واضحة في أنك تلعب في المريخ آآ في الأبيض عملت شعبية نفس الشعبية اللي عندك هنا يعني كيف كان مريخها بالأبيض إذا عملوا معنا والله إنت عملوا معي على سنة أنا لايب لإهلال الضيف مراهة في الفترة اللي أنا جيت يعني أولانا المطهرون يعني 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 وحد الناس على إهلال الضيف أيوه صح فما كان من يعني ما كان تحيص إنه فيه لا بالجد يعني كان يديك إحساس إنه فيه جمهور هلال ومريخ نحا يعني نفسي فكرة الفريق الغم إنه ده فريق بمثل البلد ممثل البلد المنطقة أي ونجاح الفريق كان في 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 وحدة صح 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 فما حسيت بإنه فيه هلال فيه هلال في مريخ فكان جو مضيف إنه الواحد يقدر يقدم الحاجة اللي هو جاهر يقدم أما هي الأربيض إنت مشيت إلى الأربيض بإثنين مليار صح ولا هكتر؟ والله يا أخي مشيت إلى الأربيض صراحة ما ما كان متى بفكر في في الماد صراحة يعني أنا كنت داير عندي ستة شهور يعني كنت بعيد من اللي بواقي كنت عايز أرجع والفترة دي كان هدفي إنه أنا أرجع للدور السودان وكيدا عنه كان ستة شهور قبل الزواج ومع الهلال ومشيت في فترة إزباني والبرماني الحصف فهلالال ما أنا أرجع عشان أرجع لازم في القليفة أريغ أرجع الحمد لله يعني اختياري له الهلال وبيض كان موقفة في إنه أنا اختيارة الفريغة الأنا عايد وطيب كان البنح شنو إنك ترجع الهلال ذات؟ ما في الفترة الهلال مات عني يعني ما كان في عرض رسمي يعني مشيت من الهلال كان عن أهل فرطوم وهلال وبيض اخترت هلال وبيض اخترت هلال وبيض طيب انت طلعت زعلان من الهلال؟ والله يا أهما طلعت زعلان أنا ما بتلك أنا كنت ماشي على ذنب الموضوع أسبان احتراف اهلا وظلم كل الموضوع طيب حسيت إنه هم لما انت مشيت زي الريحتهم من إنه يشتبوك ويخلق عنتك؟ لا والله ما كان عندي يفسر زي ده ناسا ما كان ما في ذلك حتى قبل ما أمشي كانوا على سنة أنا دائرة أجدد تكلم معي على سنة أنا أجدد فترة الهلال أي ما انت كان فترتك مع ناس المفروض تجدد مع عمر ومعيز ومعيز وهنا ثلاثة مع بعض ثلاثة مع بعض إنت قلت أنا ماشي إسبانيا الهلال طلع بياني أنه صرف النظر على التجديد لعمر ومعيز نعم أنت برضو كان ممكن يقوله ومهنبة طالب هي لا كما في النهاية أنا أصلاً ما قلت لك أنا كان الموضوع أصلاً كله إنه أنا دائرة أمشي إسبانيا هذا الموضوع الخلى إنه أنا ما عايت تسجيل الهلال أها قلت له لي يعني لو بعد موضوع إسبانيا ما فشل أو ما نجح نعم لو الهلال تصل عليك ما كان فيه مشكلة أنا كنت قلت الكلام لي مع هذا الطيب يعني قلت له إنه أنا أنا دائرة أجرب الفترة دي بره 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 أصلاً يعني أنا لو لو جاعت فرصة عنده أنا وإذا ما أتم فأنا موجود يعني في الهلال لكن بعد ذلك ما اتصل ما اتصل وإنتا ما اشتغلت بيها وأنا مشيت بلا مويل بعد ذلك مشيت بيكم والله كانت القروش ما عيما كانت حمد لا عيما لكن كانت مليار 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 نعم وجددت ثاني لإهلال مويل جددت مليار برضو مليار برضو مليار القروش بتعمل بيشنا هون والله أكيد طبعاً الراعجة عنده مشاعرين خاصة استثمرتها في بيوت وعربات نعم لا بيوت بس ما ما عندك الحوث بتاع العربات نعم ما عندك زيت واي ياري في شارع مدني ولا بس سفري الوحيد وسيلة بتاعت نقلي بس يعني ما لكن تاني ما عندي عربية عشان وسيلة بتاعت نقلي شخصية حقها شخصية بس ما عندك بسين ثلاثة كسبت نعم طيب تمام أنا رطلع فاصل وحجزلك من قصة انت كنت في قبعين والحاجة اللي فيها قصة فنطلع فاصل انه يشوف قصة باية نرجع نكمل التوار مع غردة نعم انت مشيت اضطعي الله شو معمم والله انا مشيت زيارة طالبي عليه صديق صديق نعم ما عندك علاقة بالكورة لا ما عندك علاقة بالكورة كنت في هلال روحيد كنت في هلال روحيد انا في هلال في هلال اخر نعم نعم ولما جيت النهود قالك تقلينا بالكورة لا ما في كلام بذلك أنا صلت النهود الناس كانوا يعني يستقبلوني على سنو أنا جيت النهود وكده وعدتوا منه تبني لهم أستاذ لا والله ما وعدت تذكر هللال عبل الإستاذ لكن كان هم عندهم فكرة ان نه يوروني ان هم مشينك في الاستاذ كان يعني وصل مرة مرحلة وهذا حدث معا على الاستاذ مشيت الجامعة ومشيت يعني حواله ممكن حتى بعد ما طلعت من النوت جيت الخوي الخوي قال لك اقلي بحوبة اجازة الخوي طالة وبالحوبة حوبة بالقميس وبالترون ما عادي بتاعة عمل وقلبتها لا وطبعا في ما اقلت لهم يا جواني حاجة دي لازم انا اكون متمرن ولازم فكان صعبة هم شاكلهم ما صدقوا ان دا معنا لا هم صدقين وكانوا مستقبليين استقبليين ما يبرح الشارع لكن تعزهم بالهوبة يا مامو والله يا اخي هم يعني ناس ما ما بقول لك يعني استقلوا الحق استقلوا نعلوا ناس بجتي يعني وقفوا واحتراموني وقبروني لكن صعبة في الشارع عام تجلب الهوبة قصة الهوبة دي ذاتة في الهلال برضو يا من الحقيات العملت لك شعبية كبيرة جدا والناس يمكن أول ما مهند جاب الهدف يعني حتى زملاء مفضلية المساحة بتاحت الهدف في ناس ذاته يعني اللي لازم تعمل من زملاء؟ اذكر انه يوسف معمد ده كان بأشر ليس تقلب الحوبة تعلمتها في الهلال ولا يجد باع من كسر؟ يجد باع من كسر من الزمن داك بتقلب؟ ايه زمن بقلب الضحر السماء في المشاكل؟ لا الحمد لله ما في اي مساكل ولا هتكون في مشكلة كله باطلة لا لا تمام ولا اي علامة مسجلة وماركة كبيرة مهند اكيد في الهلال في المباريات الصعبة والسمحة والشير المباراة انت لاعي فيها حسيت انه احذرت فيك الكدارة وتطلع بالله في الهلال ما حصل مرد مباريات يعني ما في حساباتنا ممكن تقول ما مية المية في الكورة لكن ما حصل فكرت انه انا خد الكورة واطلعك حصل الجمهور ضايقك؟ تحصل مضايقات طبعا انت طالما انت اصلا مستواك في الكورة ما كويس ما كويس احكيد ضايقات تسمع من الجمهور وتسمع كلامه لكن انت تصير الهاتف انك انت الكورة الجاي بكون احسن من الهاتف لا يعني ما حصل الجمهور ضايق لدرجة انك ما يجي التمرين؟ لا 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 عادل طيب اجمل مباراة التي تعمل هنا؟ اجمل مباراة انا في مباراة ارلاندو ارلاندو هناك ولا هنا؟ ارلاندو بايرت هنا في الخوطو منتها الثلاثة واحد اها فقدر الى الفرصة التاهد الفرصة التاهد عندك كان فيه هدف؟ عندي فيه هدف وبع مني هدف كان ممكن يكون فرصة التاهد اها في نهاية المباراة انت دائما البرود اللي انت فيه والناس بتقدمك لركلات الجزء هم بيستغلوا حتى انك انت بارك والله يشوف فيها تربط الجزء دي ما الا شرطا يعني ذو البارك وهي انت في لحظة انت بتختار انك انت هل تقدر تلعب الكورة اختيارك انت جاهزتك للكورة في ناس بختاروا انهم سنلعب الكورة في نهاية بيشيل الكورة دا للعبة انت تقول لي لا انا دا للعبة وانت بنوعل بيمشي شيل براه ولا بيقول لك لا بشيل براك اه بشيل براك اه مختار انه نعلو انا لو كان عندي ذرة شك بتاعتي انه انا اضيعها الكورة ما اكد تحاشيلها طيب لو انت مع ما شيلتها براك وفي زول قال ليك امشي بامشي اه اه فخلاص في النهاية هو اصدى مرات في واحد بيكون شعر الكورة حتى انه هو دا يلعب طيب انت وفي زمان يعني الكلا المدربين راحا ما كان يعني بيقول لك زجاد ضرب الجزاء يلعب في لانا ويلعب في لانا بكل الناس الليز والواسع والنقل من يلعب الكورة يمشي يلعب طيب في اوقات فراغك بتخش اليوتيوب عندك اهداف معينة سجلتا انت تحبت تشوفها اكيد طبقا اجي بيئة فيه اداف عاصل الفدود بمتال المرمل في العين جوع المره فيه جوم مع المريخ طاول يه برجع تشوف وانت رجع بشوفه كله مرة جعلت فرصة انو القناة يتفرج بيك استمتع باللحظة الجديدة استمتع.. لا هي بتضادها يعني بتخليك نعمة شنو بتعني تجديد لنفسك صغة وكذا انك انت لازم تواصل في الهدف في هلال الوبيض اكيد بربع عندك هدف جنينة اكيد في نفس الهدف 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 يعني واحدة من الهدف اللي قلتها دي في هلال الوبيض اها المهند انت من الناس المحظوظين اللي عاصروا هلال 2007 صحيح انا جيت قبل 2007 اي لا كنت موجود في 2007 بكل قوة ليه الهلال ما شعل الكاس في السنة والله بقى كان نتيجة اخطاع بقى اخطاع فرضية هي كانت مشكلة ما كان في اي مشكلة فنية ولا ادارية لا كانت في فنية وفي ادارية كل الحاجات دي بتحصل دائما في النهايات وبرضو شاركت في دورة بنياس اللي هي جبت كاسة وخدتها مجنة الحمد لله ساطع جدا ما كان عندك احساس ان الهلال حيجيب بطولة افريقية في زمنكم والله احنا في كل سنة شاركنا فيها وصلنا فيها دورة الأربعة قال ايها للإحساس ان الهلال يكس فدائما تحصل عسراته فلغم ما بيتوطلق في انه يصل النهايات مهند بصراحة والدنيا رمضان والكذب حرام انت كان عندك مشكلة مع هسو مصطفى طبعون هايماً كانت في مشكلة مهнизم لا فيها مهند المشكلة كانت وحيدة كانت في المنتخل ما كانت في اي مشكلة من هلال ومه بعد ما هيسم طلع من الهلال والله ما كانت بهندي وما ويمشكلة ما ويمشكلة المشكلة الوحيدة متى نك في المنتخل لكن يعني في وقتها كان يعني انتهت في وقتها وقتها ده ممكن يكون شهر شهر لا والله في نكتاني يوم طوالي كانت من المشكلة الحضرة تاني يوم كانت حالة الموقع كان سما بشيء كان خلاف في المنتخب ومشاكل بتاعتنا الهلال للمنتخب كده انت مصير معدب لو عاضي لا والله العظيم واضي أنا والله كانت مشكلة من المنتخب لل من الهلال للمنتخب كيف لك كيف معنى ما في همتها مشكلة من الهلال للمنتخب كيف المشكلة كانت بين لا ما هي ما كانت مشكلة أصلا هي خلاف طيب اي كان خلاف بسيط كان وجهة نظر صحيح يعني انه هو يعني الفترة دي كان حصلت ليه مشكلة عن جمه رجع من الريخ وطوالي طويل حصل في نهاية كالسودان تقريبا الناس رفعت أعلام وكدوا رفعت أعلام شميع موال على الكرة دي ما مشيتها طبعا أصلا نفعت أعلام إنه مهند ولدنا دا أعلام في هيسم ذاته أها كان اي في 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 كان ذي صح مشاكل حصلت في الكرة أنا ما حضرتها والله كرة ما كنت في البيت كرة دي بالذات ما حضرتها المشاكل اللي حصلت هو يعرفت إنه هم بعد الهناي ما كانوا ماشيين المنتخب آه وإنت مشيت وما عارف الحاصل هنا وأنا مشيت ما عارف الحاصل إنه أصلا كان في مشكلة فيه في هساءات الحيسم يعني هما لين يمشوا آه إلي هيسم وكده بعد أنت ما شاكر الناس الهلالة وناس حيسم افتكروا إنك أنت شكية الصف ما يعني بجد آيه فكان ما كان فيه يعني كانت دي المشكلة حصلت أصلا اللي هي كانت جات في فترة المنتخب والموضوع آه تم احتواؤه في نفس اللحظة انتهى دي المشكلة الوحيدة دي المشكلة الوحيدة اللي كانت قصة إنه بيشتبكوا داري لعيب ناس دا كل كلها إشاعات سيئة نعم دا كلها كلها كلام سيئة الحمد لله كان فترة جميلة قضيناها الحمد لله يعني برضو أنت يعني من الكلام الداير أنك تلعب للمنتخب أفضل مريخ والله يشوف اذا هو السؤال ذات تكون تساعلته كثير والله يتساعل كثير لكن أصلا ما فيه يعني بالنهاي أنا دايلة جدي محسن من يندي كان في الهلال وكان في المنطخب كان في المريخ لا في المنتخب يعني كأفضل منتخب الحلال والمنتخب نعم وبعد ذا كلها للغة يعني حتى الواحد أصلاً يعني أي واحد يحاول يجود في مهنته وفي حاجته عشان تظهر بمستوى كويس عند الناس أنت مهند عاطفي يعني ممكن ممكن قبل الكرة بخمسة دقائق نجيك تلفون معي هو وتشي شكشبك لا والله بالعب أنا أشوف أنا الخشية الميدان ده ما بعرف يعني تلفون ما بعرف ما كانت المشكلة مع المكة إسمائي الميدان بتشرب قهوة قبل الكرة؟ لا ما بشرب على نهاية نهاية ما بتشرب قهوة؟ ومنكسلها كيف؟ نكسلها في نها السيكوزار منكسل ومنكسلها تايواني انت ماما كسلاوي صيني يعني ماما أصلي والله يعني الصين دي غايتوا بص الله يبدينا خيرا جابت مرض أصلي ما بتقلب والله بارس عجيزة طيب بتتكيف بشني إذا كان القهوة ما أصلي؟ والله جب أنا بحبي يعني دائمان بحب أصلي بالنعنى نعنى؟ نعم اه إنت على البرودة الفيك ببردك أكثر النعنى وإنت أنا كبيرا قلت لي كانت بين الكسل والبرود شعره وفيعة كده يعني ما بتعرف الزلده بارد ولا بتعرف الزلده كسلا انت الفترة دي كلنا ما عرفتني أنا بارده آآ والله أنا من خلال كمية من المدارس اللي أشرفت على تدريبك في مدربين بيفتكروا إنه مهند بفترض يكون لعب بديل الناس بيفتكروا إنك ممكن تكون أساسي اللي أنا يعني شايف إنه المفتكر إنك تكون بديل أو في مدربين يصرحوا إنه مهند ممكن ليقضوا ما تسمح آآ حتى في كلام إنه مهند ما يجاد دي آآ في كلام إنه مهند كسلان ما شوف أنا محترم كل يعني شونه كل آرار مدربين وللا لكن ما في لعب في النهاية يعني بحب إنه لازم يجي جي خاش بديل بديل؟ كبديل أي تجي خاش بديل ما في لعب بحب إنه يجي خاش بديل ما إنه آآ 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 آ� محمد لكن كمان بتبدأ بيكون كعب ما 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 ازعل من المدرب انا لما نقوم بعد برا وجه خاشي ما بيكون زعلان من المدرب زعلانه سينو انا لازم اقدم الاحسن يلا انت بديل بتقدم الاحسن بيقوموا بشوفوا الاحسن اللي انت قدمت وانت بديل وانا بديل بدخلوك المبارجة اساسي بالقوق راقي لا ما كده ما عند علامة ما كل الكور انا كنت بلعب اساسي بيكون ما بقوش احا بتجيب فدرات اصلا على المدرب اي مدرب بتجيب فدرات انه يكون ما كويس احا لكن انت دائما بديل نايل من كل الكور طبعا انا اوده لك انا دائما ان الزعلان بيكون بديل بيكون مركز يعني بتفرج الكور اكتر من الزعلان اللايل الزعلان بيكون مواصلة طيب انت لعبت مع مجموعة قبيرة جدا من المحترفين برضو ما زالت الافضل فيهم بالنسبة لي المهمة سواء كان في هلال القرطومة والهلال الوضيح والله طبعا الافضلية طبعا الافضلية لا اسمي لي في قلتش في جودوين في داريوكان ما فهم يزين كانوا في الهلال ساد امبا ساد امبا موكورو الشيخ موكورو كان في الهلال الهلال كبير كان في الهلال بي اها يعني ديل كلهم ناس يعني واسرين وناس عملوا بصبتهم في الفريق افضلهم على الاطلاق يا موهند يسمو واحد افضل الناس ذا الشيخ موكورو الشيخ موكورو اعم طيب لو الزمن رجع بيك احتاني حتمشي اسبانيا اكيد طبعا بنفس الفشل اللي حصل في التجربة والله هي ما فشل انا ما ممكن اكون هالتجربة ما تمت يعني يعني كفريغ هو كفريغ نومانسيا بالتحديد وكان راغب يعني راغب وجودي مع الفريغ لاخر لحظة وانت وصلته عن طريق وكيل او لا وصلته عن طريق جول صديق بس بيترسل ليهو الفيديوهات وكله والحاجات دي عن طريق عبدالسلام ده انا بالتحديد وصلته بريغ نومانسيا برسلوا ليك وعلى سنونادي وحتى لو ما اتمرنتها ومرنت معهم كانوا مقتنين انه انا ظالم يعني اكون معهم طيب المشكلة كانت ما المشكلة كانت في انه يعني الامتظار بس ستة شهور دي كانت انا يعني كنت جاعد منتظر عشان كده جيت رجعت وفجلت منتظر في اسبانيا او لا منتظر هنا ما هو منتظر على ذلك انه هم عندهم لعب مفروض يمشي يعني من الفريق حتى تجي في خان حتى انا نجي في خان بعد عملوا ليت الاختبار نعم هيمكن ما نجحت فيها مان لا ما نجحت ما نجحت ما كان مضو عبدالسلام قالوا لي الزلدان احنا خلاص لعبنا يعني ما كان هكذا اصلا هناك ما مضو عليه حاجة زيدي تمام ما جاتك عروض من اندي في الخليج والله في الفترة دي معك معك العكين على يعمل كنت بلع في اليلان تاخد دي من دنيا عرضي رسمي وليه ما تم والله قد ارتنالي كانت تأخذ في الموضوع وزيلتها طيب انا كي اتزع بالفرص هيدية فالواحد يتمنع انه هصلا لعب كورة لازم تحتريب لازم طيب انا بزعلك شؤال وبرضو داير فيه صراحة والدنيا رمضان والكذب حرام كل مرة ما اقول عليك انا افضل رئيس مرة علي الهلال والله انا جيت الهلال عصرتها صلاح هيدريس وعصرتها البرير والكاردنال والشيخ العرب والحاجة عطل منان كلهم عصرتهم يا مرة كلهم عصرتهم بله وكلهم كانت فترة في الفترة اللي هناك كان فيه اسمه منه شيخ العرب شيخ العرب وصلاح هيدريس بيت للا الافضل الاول شيخ العرب ولا صلاح اول صلاح عندك شيخ العرب انت جيت الهلال فترتهم في الفترة دي الفريق كان صراحة كان جريب شديد من الهلال كيف تشوف الهلال والله الهلال انا شبت الهلال يعني الهلال ما فيه استغرار حاليا ما فيه شنو ما فيه استغرار استغرار الاداري والفني الاستغرار الاداري هو اللي بنجح الفريق مزال التغيير الاجهزة الفنية الاجهزة الفنية الفتيرة دي قدي كانت مشكلة اساسية الهلال يا مهند يتأثر لما شطب الكبار والله انا ما اقول يتأثر الهلال فريق كبير ما بيتأثر به ممكن يرجع فيه وفيد الهلال يكون فيه استغرار استغرار في المدربين استغرار اداري مستوى اداري عدت على مستوى اللاعبين التغيير الكتير دايما بخلي الفريق يدرم طبعا دايما استغرار الفريق في وحدة اللاعبين الجريبين من بعض تماما احنا نطلع فاصل ونريجع نكمل مع وردن مريجعنا اليكم تاني مكملين مع الجميل محمد الطاهر وقبل ما نطلع فاصل كنا نتكلم عن الاستغرار او عدم الاستغرار وتأثيره على الهلال وغير الهلال يعني نعروف انه الاستغرار هو من اسباب المجاحة كعتتاب على الهلال في التلفزيون ولا بيتمشي الاستاذ ولا الا بتصدفة ولا الفكرة شمع والله ايضا باتنك بين البيت ما قاعد امشي الاستاذ وانا الاستاذ منو وانا لايب حتى حتى الابان ما كنت لايت ما بامشي الاستاذ اههههههههههه مباراة هلغى ليسا بتحضرها في التلفزيون ايه مباراة هلغمة تحضرها تكون متوتر و والله هكيد طبعا تكون متوتر ما بتشوتهم الأطارب إذا لا معلمني يعني انا نتهاких rebuild ان كلبت على الحياة دي مغات البارد حاحت المغات البارد يعني ما بحضر بحضر بشوف أنا بشوف عركة الناس كيب كده مهند لكن انت صعب في البرش لا والله يعني انت قبل كده في الهلاء مع الهلال ده وظفت في حكاية بتاعت 200 مليون لفحمر تغريبا كان دافع الكاردينات قبل ما يبقى رئيس والله ياخن أنا ما صعب في البرش لكن ده يعني ده طلب أنا زي أنا قلت دائرة دائرة مسلمة السائرة كانت 700 و 900 كانت مليار مليار ودفع 700 دفعت 700 في 100 دائرة تغييف لا ما وقفت في المية أنا أصلا أنا وقفت في التغييم وبالنهاية دفعت 900 لكن أنا وقفت في البداية بالتغييم وبالتغييم إنه غيّم الحاجة بـ 400 وأنا قلت له يا أخي ما ممكن أنا بعد ثلاث سنوات أنا قبل أخذت 500 أجي بعد ثلاث سنوات الثانية أنزل ما منطق الحاجات أصلا الأسعار الأسعار زاعتها زايدة من الزمن ذلك زايدة زايدة دولار كل مرة زايد الله يفعلني يا أخي طيب أقرب اللاعبين اللي كانوا منهم في الفترة دائرة أقرب اللاعبين والله أقول للحاجة أنا شوف الفترة أنا بلعب في لعبة صراحة لعبة دريبين لكن دائما بحاول يعني يعني كل اللاعبين بيكون دريبين دريب علاقتين دريب علاقتين طيب أنت حتى بالمنتخب حتى في حتى على مستوى المريخ يعني علاقتين يعني مع شعباء الزوية معهم في المريخ كنت بيدعادل منه كيف يعني يعني وزنك زميل أو كده لا يعني أنا ما عارف أجيبه لك كيف لكن مش الدولار بيوازو بيجنيه وبه كده أنت كنت بتوازي منه في المريخ العجب لا والله العجب ده رغب كبير يا عم ليه أنتو بتقول للعجب الخار والله يا أخي ما نحنا كده يعني ده ده اللغب كده بيقوله مع بعض ما عشان أنتو صغر لا ما عشان أه 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 وأنت زالتها وأنت تصل مرحلة بتلعك في هلا المريخ ما عشان يا طيب كنت بتوازي منه في المريخ في العمر أو في لا في الكورة في الكورة أه في الكورة وهي صراحة في المريخ كان في قلق قلق وقلق شكل صاحبك والله يا أخي صديقي شخصي كمان من الناس المغربين وربنا يجبه الصحابة العظية ولكم هي واصل معنا كلام وكلام واصل معهم وين في المستطيع المغدر اتمنيته يكون في الهلال ومع نتمنت يكون في الهلال اتمنيته يكون أنا في فريق معه يعني رائعا في فريق أين أي فريق يعني وكان في المريخ حتى وكان في فرقوم أنا أتمنى أنه أنا أعجي في فريق واحد أتمنى أنه ألعب في فريق أهل عبنك المنتخب لكن ما فترة طويلة طيب في الزمن ذات من المريخ كنت بتتمنى منه معا كنت بتتمنى يدهور يدهور والعجب العجب تمام أنت ما شايف بلاك أقدر غايد الفريق المريخ معيتي عندك غايد الفريق مشى طيب بالنسبة له طيصل يعني ممكن يكون دي الاحترافة وكده لكن الحاجات الظلمة بدر يتجاوزه طيب مهند في حاجة دائما الناس بتربط معي اختلاف الحاجات تربط بين موظفك أنت من المريخ وموظف حيصل مصطفى وأنا أتمنى برضو تكون معي واضح الناس بيفتكرين أنه مهند احترم سنينه في الإلال بيقدم نظر عن كل التفاصيل بتاعت إسبانيا إنك ما شططت ما 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 الكلام دا كله ما مشيت المريخ احتراما لجماهير الإلال هيسم حصلت الحاجات اللي حصلت ومش أوقع في المريخ الله يشوف دا غراره يعني هو غرار شخصي بالنسبة له كان عيسام كان فيصل الحياة دي انت لو في محله بتمشي الله يشوف ما هو دا تقدير بالنسبة له أنا شخصيا ما مشيت مش عشان عشان مش أنا أمشي لا ما أكد بتقدير أنا تقديري شنو أنا خلاهي أمشي شنو تقديرات هزول بغديره طيب في الزمن داك الهلال كان مفكر برضو يجيب العجب انت لو قال لك في الزمن داك أنصح العجب كنت أحد قل الله تعالو ألا خليك في المريخ ما يا أخي مهمة مهمة حسب يعني حسب يعني وخبراته دي كله أنا جاء قل لله ما تجي ترام صحيح ممكن أقول لك كلام ذا إخي استشارك يا مهند أنا نعزي داك استشارني في الوقت ذاك بقول لي ما تجي الهلال آه طيب بتلف لي ما أنت أنت السؤال معه ووجهت ووجهت عديد بس كده واضح أنا كده واضح الإجابة كانت واضح طيب ماشي نحنا بنلمن في الحوار وأنا والله ما مبسوط لأنك حاولت تكون دبلوماسي أكتر من اللازم يا مهند لا والله ما في دبلوماسي الإجابات دائما يعني أنا إجابات بعرف أنا الإجابة شنو بقدر أغدر بعرف إجابتي أنا ما أنا ما قلت لك ما بتعرف التسيد العارفين لا والله طيب إحنا في إننا الحوار السؤال السابت في تشكيله للضيف هو بيختار الناس يشكلوا مزايه الناس اللي يحب يشوفهم بيلعبهم لكن قبلها كده خليه ناظر خليفتك في الهلال منه هذا أنا أقول سليم سليم آآ في شبه نفس الستايل ونفس الجرود ورايف عبد عوف بقى عوف ونت راييفيه قبل كده وأتمنى له إنه لسه يعني ربنا يعني توفقه يقدم الهلال أكتر إن شاء الله طيب نختار تشكيلتك 11 ممكن يكون فيه مداريين فيه ملاعبين كرة بقدم فنانين آآ من ريخ هلال هلال ويد جيل فاد جيل السي انت حر تشوف الحارس منهم حارس أكرم لا أكرم الحارس كل الضيوف اختاروا أكرم المدعبين مدعبين آآ سفاري السفاري المدعلي سفاري آآ ريتشار ريتشار آآ طرف طرف مين نقول الله يوسف محمد يوسف محمد آآ آآ علادين يوسف علادين يوسف قلق قلق حمودة بشير حمودة بشير جمال فارفور جمال فارفور فيصل العجب فيصل العجب فيصل مصطف فيصل مصطف باقي واحد جودون جودون بتشكيل تلك اللي هي لا فيها معجز محيوم لا فيها عمر بخيط يا محمد الطاهر ولا حتى فيها وليد الشعل ولا انت قلت لا يختار انا اخترت وانت اخترت ديل اخترت ديل طلحت ديل كله بس الشغيل الجماعة فطاحة ديل كله دي تشكيلة لكن تشكيلة هي 11 طيب انت ما هتختار ديلة غلا ديلة 11 اخترت طيب دي كانت وسط الدائر الليلة مهند أنا والله سعيدت جدا 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 بالشوفة وبالحوار معك بايع انت بدايت نجم وانشاء الله يعني ما حتى تنتهي نجوميتك قايمة يعني زي ما ناس المريخ كانوا بقولوا لو فيصل العجب انه زي صبع المعيون قدروا ما تحصروا بيبديك يعني فانت برضو بنفس الفهم شاب خلوق ومؤدب ونجم موهبة غير احتيادية انشاء الله نسمع عنا كل خير وربنا يوفغك انشاء الله ربنا يحقق رغبتك وتجي تختم حياتك في الهلم انشاء الله يا أخي وانشاء الله الواحد يعني يكون يعني وصل رسالة ونقول لكم كمان انتم شكرا لكم انتم تحترينينا فرصة انه ما هي يكون مبايب عليكم في شعر عظيم لبسة جميلة شكرا لك شوف لنا جاكد من النوع ده تماما في مشكلة انشاء الله انشاء الله تكون هذه لا انشاء الله والله انتظر علىك ما تكفي للترفة لا ما تكفي للترفة تمام العزيزة المشاهد دي كانت وصلت دايلة الليلة بكرة حلقة جديدة خليكم معنا انشاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة